إزدالت العاصمة الأثيوبية لسباب أهميتها فمن عاصمة سياسية للأفارقة كمقر الاتحاد الأفريقي بدأت خطواتها لأن تصبح وجهة ثقافية بتشييرها عاشر أكبر مقتبة حديثة بالقارة السمراء تجمع بين القراءة والترفيه لنحو ألفين مستخدم في وقت واحد كما هو معروف أن كلمة أبرهوت تعني التنوير أو النور أو انعكاس الضوء وبالمعنى العام الاطلاع أكثر وأكثر في العلوم والثقافات إذن تم بناء هذه المكتبة عن طريق الحكومة لهذا الهدف لتنير الشعوب وتثقفها لم تكتفي أديس أبابا بدورها كعاصمة سياسية للأفارقة وإنما ترنوا لأن تكون ملاذا ثقافيا بجانب طموحها السياحي العديد من الرواد يقدمون الكتب إلى المكتبة حيث نقوم بمساعدتهم من استقبالهم وترتيب للكتب في الرفوف وأيضا ودء ختم المكتبة في الكتب وإلزام النظام ومساعدة الرواد المكتبة في تقديم المعلومات وإرشاد الزوار القادمين للتعرف أكثر عن المكتبة هذه المكتبة التي أفتت حتى قريب تفتقر إلى الكتب حيث قامت الحكومة بتوفير هذه المكتبة لنا إذن لا بد أن نتعاون ونتكاتف كشعفي داخل البلاد وخارجه في توفير الكتب وإثر هذه المكتبة هذه الأيام هناك حملة مليونية بدأتها المكتبة تحت شعار مليون كتاب لجل الألفية حيث تشارك المؤسسات والأفراد حملة للتبرعات للمكتبة التي تسعى إلى ضم أربعة ملايين كتاب لفان عربي عبد الحمير محمد سراج